مين يلعب مباراة العودة؟ محمد عواد ومحمد صبحي؟ بصراحة يعني أنا عواد طبعا ده حارس مرمنة الزمالك وإحنا بنسنده كلنا وبنقف جنبه وهو حارس كبير وموهوب وعنده من الخبرات اللعب بيها بشكل كبير جدا إنما لو محمد صبحي جاهز بشكل فن كبير بس للأسف الشديد برده بقاله فترة كبيرة بعيد راجع من الإصابة وبعيد عن الملعب لا يعني أنا أتوقع أني في المباراة دي بالأخص يكمل عواد بشكل أساسي لأنه هو الحارس المستمر في الفترات الزمنية السابقة مين أفضل عواد ولا صبحي؟ مش للمباراة بطول إجابة على طول يعني مش موضوع مين أفضل عواد ولا صبحي؟ بالنسبة للمقاييس العمرية أفضل حارس لعب لمنتخب مصر أولمبي خد أفضل حارس في أفريقيا لعب أولمبيات حارس بينضم دائما للمنتخب الأول في الفترات السابقة ولعب مع المنتخب الأول وشارك معهم في بطولة أفريقيا عنده من الخبرات اللي تسمح له إنه يكون لو هو اللي بيلعب موجود دلوقتي مع منتخب مصر الأول بمنتهى البساطة طبعا صبحي يفرق كتير جدا عنده لوقتي بتقولي إنه صبحي يفرق عن عواد أو ياخد أفضلية عن عواد عشان موضوع السن؟ طبعا عشان موضوع السن؟ طبعا يعني صبحي أفضل من عواد عشان السن؟ طبعا لأن فرق السن برضو لازم تبقى في المعايير اللي موجودة في إجماليه فنيا يعني صبحي هيكون أفضل في الفترات القادمة النزلة ده معناه إنه مصطفى الشبير أفضل من الشنوية؟ مش معناه إنه مصطفى الشبير أفضل من الشنوية لا الشنوية خبرات كبيرة وجون كبير وزي ما إحنا إسنى بمعيار إن عواد هو اللي يلعب مباراة نهض البركان إحنا دلوقتي برئيس برضو بنفس المعيار ده إنه مصطفى شبير هو اللي يلعب مباراة استرد لا إسنى مش هسيبك خالص أهل دوقتي بس أليك بشكل عام مش بسألك مين اللي هيلعب انت قلت محمد صبحي ممكن ياخد أفضلية على عواد عشان موضوع السن هل شبير في النادي الأهلي أفضل من الشناو عشان عامل السن مش هياخد الأفضلية في التوقيت ده يعني هيبقى في التوقيت المستقبلي بشكل عام بشكل عام لا خبرات الموضوع حين هيختلف ليه بقى المقارنة تختلف خلينا نكون يعني صرحة يعني المقارنة بين عواد وصبحي تختلف بشكل كبير لان عواد ملعبش كتير لمنتخب مصر الشناوي لعب كتير لمنتخب مصر تقصد انه عنده خبرات دولية كبيرة جدا احاول اصغالك تقصد انه الصبح وعواد كده كده قريبين في الخبرات من بعض فممكن الصبح ياخد أفضلية على عواد بموضوع السن ده لكن الخبرات بتاعت الشناوي الكبيرة جدا ما تخليش سن مصطفى شبيل يتتخطى محمد الشناوي أما يوصل لسن محمد الشناوي أما يوصل لسنه لا هيبقى كويس جدا وهيبقى عمل رصيد كبير جدا يمكن أكتر كمان من محمد الشناوي عواد مسؤول عن الهدف التالي يدخل في الزمالك في مبارات نهو دي بخان مسؤولي لأنني أنا في حتة لازم أنا مش بنطاقد عواد عواد جون كبير وجون محترم عشان برضو أعرف أن الحاجات دي بتوصل للعيبة وإحنا بنسنده وجون كبير لناد الزمالك والمنتخب مصر على الفكرة إحنا بنتكلم على أربع حراس دوليين سواء الاتنين هنا أو الاتنين هنا لا ما فيش تقليل أبدا من أي حالس فأتمنى بس أن عواد يخلع عباية أننا بشتغل من على خط المرمى لازم أطلع من العباية دي أنت جون عندك كل إمكانيات وعندك الريفليكس عالي جدا وعندك أن أنت عينك كويسة على الكورة ومتقدر تعمل عندما في الآخر أما بتعمل حالات التصدي وانت شغال على خط المرمى في الآخر مع القائم أنت نفسك وانت رايح بتزق تزق نفسه رايح جسمك كله رايح في اتجاه القائمة هتعمل لك مشكلة يعني هتغبط نفسك ياما هتعور نفسك إصابة كبيرة جدا ياما في الآخر هتبقى كورة بالجون بالشكل اللي حصل فيه الجول التالي ده كان معايش صور لي رجل أسامة عفوا نجل محمد عواد بعد الخط جوا الجول بالظبط يعني يعني هو متأخر أول لأنه بدأ من على الخط فما بيجي يزق عشان ياخد وبينقل رجليه ما بينقل هاش له قدام اتنقل الغصب عنه تاخد خط والورا فبيجي يعمل التصدي يبقى الموضوع صعب إنما هو واخد خطوة واحدة بس من على خط المرمى في الحتة دي وإن أنا أقدر كنت أخد خطوة ونص كمان عشان أقدر أزوء بشكل كبير لإن حتى لو أنت شفت الكورة الحارس بتاع نهطة بركان جات له كورتين واحدة عمل فيها تصدي كان في تمركزه سليم برخ خط الجون بخطوة والكورة الثانية اللي اشتغل من على خط الجون زي عواد دخلت في جون بتاعت الجزيرة فهنا لازم نبقى يعني عواد يبقى واخد باله من إن خلاص يعني موضوع إن أنا أشغم على خط الجون ده أنت بتفتح مساحة كبيرة جدا لإن الجون ده 7 متر 32 سنتي فكل خطوة أنت بتخطيها بتقفل مساحة الجون 150 سنتي 150 سنتي شمال فبتعمل حالة من التصديات الزمالك في الموسم الجديد هيبقى محتاج حارس مرمى؟ الزمالك عنده مشكلة في القيد أنا من وجهة نظر لو تحلت محمد صبح محمد عواد لو الأمور استقرت معاهم بشكل كويس وإدرت الجهاز الفني جميز وإدارة الكرة في نادي الزمالك إن يفهمهم إن ده نادي الزمالك ده مش أشخاص يعني ده مش محمد صبح ولا محمد عواد ده نادي الزمالك أنا شايف إن هم مش هيحتاجوا لإن مش هيلاقوا أفضل منهم في الوقت الحالي حراس موجودة في الدور المصري ده رأيي أنا الشخصي إن محمد صبح ومحمد عواد ما فيش أفضل منهم في الدور المصري في الوقت الحالي إن هو يجي نادي الزمالك أو يشتغل يبقى حارس مرمى لنادي الزمالك إنما هم عندهم مشكلة للتنين مش واحد للتنين محمد صبح ومحمد عواد إن كل واحد عايز يلعب ده حقك بس في الآخر في حق اسمه نادي الزمالك في حق إن أنت أما تقول تلعب يبقى أنت بتقول تلعب ده مش بالكلام تلعب ده وإن أنت تأدي تكسبني المتشاط تكسبني بطولات كل يوم والتاني تحسسني أن كل مباراة أنت بتلعبها جوه نادي الزمالك دي بطولة لوحدها شخصية لك والنادي الزمالك لو وصلنا للمرحلة دي وقدر المسؤولين في نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة جميز إن هو يحل المشكلة الموجودة دي في الحتة دي ده أنا مع استمرار الحارسين في نادي الزمالك بنسبة كم في المية الزمالك هيفوز بالكلام في دولايب؟ إن شاء الله 100% 100% لأن أنا شايف أن فرقة نهضة بركان زي ما تكلمنا في الأول مش الفرقة اللي تقلقك أنت كنادي الزمالك مش الفرقة اللي تقلقك في بطولة خلاص في المباراة على ملعبك أنت محتاج أن أنت تكسب فيها بس إن شاء الله لعيبة نادي الزمالك ولعيب رقم واحد في نادي الزمالك قادر أنه يكسبه لك اللي هو الجمهور ده حتى حتشوف أنا حافتكر اللقطة الجمهور اللي هيعملها والمسندة الجمهورية الكبيرة اللي هيعملها جمهور نادي الزمالك اللي لعيبته هيكون هو سبب الانتصار والمكسب الحقيقي لعيبة نادي الزمالك